الله يا رب البعلوان الله يا رب العبس الله يا رب البعامر بس هنا عندي سؤال مهم أنتوا ليش فرحانين على إقرار قانون اقتراض أصلا وليس اقتراضا هو نوع من أنواع المقاصة يعني هذا مو تخصصي لكن أستطيع القول أنه هو نوع من أنواع المقاصة أنا أتصرف يعني انطيني يا مجلس النواب غطاء قانوني حتى أتصرف الأموال العراقية الموجودة حاليا السيولة لحينما أبيع نفط ورجح هذه الأموال مقاصة ومقتراض يعني أنا ما رايح اقتراض خارجي وأثقل وزيد الدين العام واضح جدا أنه مختصاصك لهذا كان من المفترض أن تسكت إذا اسمك ناطق مو ضروري تنطق كل شي مو ضروري عادي مرات تسكت على شغلات ما تعرفها قبل مصعد لأن الحشيتة هو نفسها تعريف والاقتراض الداخلي اللي هو تأخذ فلوس من واحد وينتظرك لحد ما تبيع النفط حتترجع للفلوس هو هذا الاقتراض يا حظي هو هذا هو اقتراض دين دين هذا دين هو أحيانا أنه يسمى فهق وصاحبه فهق أقرأ افتح قوغل قلقل المعلومة قبل اطلع بالتلفزيون السولة بيها قلقلها يا أخي زين سامر دعرف هذا الاقتراض اللي تورطنا بيه شقد راح يمشينا أريد واحد يقلقل الموضوع ستواجهنا مشكلة رواكب بالشهر الواحد من السهل ليقولوا حقبوا ما دفعت من هالسوات حلومور الاستمرار بهذه العملية يؤدي إلى فلاس الدولة وإلى انهيارها كما حصل في البرازيل لفترة سابقة انهارت الدولة واصبح هناك فرهود هو دين راح يتابلنا وراح مدرش يساودينا وطيين الدولة طيانا عراق ملزم بأعباء الديون والسداد لمدة واحد وستين عاما قد السلام عليكم السلام عليكم عيوننا وغلبنا كل العراق والعراق والعراقيين يستحقون ستواجهنا مشكلة رواتب بالشهر الواحد من السهل ليقولوا حقبوا ما دفعت من هالسوات حلومور اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة